معركة الهوية الوطنية هو التوصيف الأدق للحرب التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة إلى الشرق من العاصمة الصنعة معركة لا يمكن اختزالها في المواجهة المحتدمة بالدبابات والمدرعات والأسلحة والرشاشات فالانقلابيون في هذه المعركة يستحضرون كل أسلحتهم للهجوم على وعي وطني محتق ومتأثر أكثر من أي وقت مضى باستقطابات شديدة تأخذ أبعادا مناطقية مذهبية إلى حد تبدو أشد الأسلحة فتكا تلك التي تستهدف المعنى الحقيقي للهوية اليمنية في جوهرها الجمهوري جزء مهم من المعركة التي تدور رحاها على مقربة من صنعاء يتصل بإعادة تعيين هوية من يقاتلون في شرق العاصمة حيث يصر الانقلابيون على إظهار أبطال الثورة على أنهم جزء من المعركة المفروضة على اليمن هو اللعب بالكلمات والمفاهيم ليس إلا لعب يأتي في سياق خطاب يدفع بكل ما لديه من ألفاظ التدريس في محاولة يائسة من الانقلابيين لإخفاء الهدف الحقيقي لمشروعهم وهو القضاء على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية إنه الخطر الذي يدفع بمقاتلي الجيش الوطني والمقاومة نحو المضي قدما على خطى أبائهم الذين أفشلوا في أواخر الستينيات خطة استعادة الإمامة تتطابق أهداف معركة اليوم مع معركة الأمس وتتطابق حتى في خطوط سير المعارك ومن وجه هؤلاء المقاتلين تلمح الإصرار على استعادة الدولة والانتصار للعيش المشترك والأهم من ذلك كله تثبيت أركان النظام الجمهوري الذي تعرض لإهتزازات خطيرة بعد انقلاب الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر